متابعونا متابعي في الجول اهلا وسهلا بكم ومعانا النهاردة يعني نجمين في كرة اليد المصرية قلمة اجتمع الاهلي والزمالك في حاجة واحدة ولكن النهاردة بشرفنا كابتن محمود خليل فلفل حارس نادي الزمالك وكابتن عبد الرحمن حميد حارس نادي الاهلي عشان كده وجودهم مع بعوض الاتنين ده يخلينا لازم نرحب يوم ترحاب اكتر من الطبيعي فاهلا بكم هنبدأ بكابتن فلفل علشان هو الاكبر سنن وحنمشي بقى كده على طول واحدة بواحدة طيب كابتن فلفل اول عدتم مؤخرا من النيجر والاهلي اخد كاس السوبر الافريقي والزمالك اخد كاس الكؤوس الافريقية ولكن رحلة النيجر تحديدا كانت عاملة ازاي والظروف الصعبة اللي تعرضتم لها وكادثة الاقامة يعني مزرية زي ما اسمعنا بص احنا طبعا يعني الرحلة نفسها رايح 14 ساعة وراجع 14 ساعة وصلنا هناك القوتيل الظروف ما كانت شحسا عن حاجة خالص في القوض يعني احنا رحنا قابل الاهلي تقريبا قابل ببعثة الاهلي قعدنا الدنيا ما كانت شحسا عن حاجة التكييفات صعبة جدا درجة الحرارة عالية الاكل مش احسن حاجة فكان الموضوع ما كانش سهل علينا خالص يعني يعني عكس لببعثة الاهلي جات حاسينه من احنا ابتدنا ايه؟ يعني نضيع وقت مع بعض نتقابل في القوتيل نتقابل في وقت الصلاة نتقابل في الموضوعات اللي هي اللي قابلنا اللي بعدنا يعني لما جم حاسينه موضوع احسن شوية بالنسبة لنا كأسرة مع بعض بس الظروف كانت على الفريين مش على فري واحد وطانية اه 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 احنا في الاول لما عدنا عدنا في دور التالت فجي حد قالك لها هتفوض اولا ده تكيفات معصر نسبة الدول الاول ملوش في تقليل ان هما كان كابتن هاني عندهم جي قابلين اصلا فحاسين ان هما مثلا ايه؟ شايك على القوت خد الاحسن واحنا خدنا الاوحش نزلية موامرة يا جماعة الله فقلنا نا كده لحد والله في حد جاء لنا لأهلي لا القوت عندهم التكيف كويس ده احسن حاجة فقلنا ازاي بقى طب ننزل نشوف ايهنا الدول الاول قلت لها لا اوحش بالتالي اه والله حمايد انت شايف ان الكاس السوبر والكوس بيتلعبوا كل سنة في بلد مختلف مهما كانت امكانياته في افريقيا دي حاكويسة اصلا عشان نشر اللعبة ولا ما تفضلهاش؟ يعني انا شايف ان هو ماشي لو هما بيتكلموا على نشر اللعبة فهو اصلا الماتش متزععش الاولين عشان ينشر اللعبة يعني بالنسبة لي الفكر نفسه كان صعب جدا ان هي تتلعب في بلد زي الناجر لان زي ما فلفل قلة ومفيش اي حاجة كويسة اصلا ولا حاجة تساعد يعني تساعدنا احنا ان احنا نعرف نعيش حياة رياضي يعني انت ولا بتاكل ولا ولا بتشرح كويس اصلا ولا عايش انا كنت افضل حتى لو بطولة افريقيا اللعبة كاس الكووس هتتلاعب هناك على اقل السوبر الافريقيا يتلاعب في مصر او يتلاعب في اي بلد من مغرب تونس بس يكون هتا كويسة والناس تتفرج عماتش على اقل فلفل انتو اخدتو ربعية السنة دي كاس سوبر داوري سوبر داوري وكاس الكووس بس اخسرتو الكاس والاهم طبعا كاس السوبر الافريقي تقييمك ايه لموسم زمالك حاليا بص انا شايفه موسم كويس جدا طبعا اه كنا طموحاتنا ان احنا اخذ اكتر من كده بس انت بتلعب رياضة رياضة مكسب وخسارة وطبعا انت مش بتلعب لوحدك يعني فكان فيه زروف طبعا احنا ماتش سبورتنج يعني ما كناش موفقين فيه خالص ما كناش احسن حاجة ماتش الاهلي نفس الكلام برضو احنا يعني كانت زروف ماتش خسرنا فهي دي الرياضة يعني بس كموسم كامل انت تتكامل في 6 بطولات اخد منها 4 فلا موسم كويس طبعا في مقابل حمايد انت اخدتم بطولتين السنة دي كاس سوي الكووس في البداية خالص وكاس السوبر الافريقي اللي هي تعتبر اهم بطولة رغم بخسارتكم بايه البطولات المحلية فهل شايف ان كاس البولفوز بكاس السوبر الافريقي والتقاهل اول مرة الكاس العالم ده تعويض عن باقي الموسم ويخليكوا راضيين من الموسم الحالي لا طبعا هو مش فكرة تعويض هو موسم كان صعب علينا جدا يعني تعرضنا ان الجاذب فني يتغير كذا مرة يعني بدني ما كانتش احسن حاجة في النادي الفترة دي بس بس طبعا لا بطولة السوبر بطولة غالية طبعا وكبيرة وزي ما انت بتقول مهمة جدا لينا بس ما تعوضش يعني احنا طبعا يعني اصلا كنا بنعتزر للجمهور على الموسم ان احنا حاسين ان الموسم كان ممكن يبقى بطريقة احسن من كده بس طبعا السوبر الافريقي يعني ونحن نلعب كاس العالم ده حاجة كويسة لينا كلنا طبعا طبعا بنتمنى يعني ان ايا كان القرع ايه بنحاول كلنا طبعا ان احنا ان شاء الله على اقل او ايه او مش على اقل انا بس نتمنى طبعا ان احنا نقدر ناخد مدالي يعني في كاس العالم ان شاء الله فيلفل في رحلة النيجر بدأت الرحلة بخسارة مفاجأة نظرا لنتائج الموسم بس خسرته كاس السوبر الافريقي عملتوا ايه بعدها لحد نهائي الكقوس الفترة دي قضتوها ازاي هناك؟ بس وطبعا الخسارة في الاقل قد صعب علينا شوية ان اه انت خسرت البطولة تمام وبطولة مؤهل الكاس العالم اندية اه ظروف الماطش اه يعني كانت معكوسة بين ابطال الكوس والسوبر يعني احنا في السوبر احنا كنا كسبلين لحد دي سبعة وعشرين حصل كده زي سوق توفيكة مغلطة اه خسرنا الماطش واحنا كسبلين لحد دي سبعة وعشرين طول الماطش تمام اه طبعا اول يوم ده كان بالنسبة لنا صعب بعد الخسارة على طول كان الموضوع احنا مستنين يوم تسعتاشر لان كده كده هي معروفة الفاينة بين اهل وزمالك يعني تبقى للمواصفات الفرق الموجودة فانت عارف انها هتلاعب الاهل يوم تسعتاشر فكان الموضوع يعني زي ما انت قولي عاوزين نعوض نفسنا ونرجع مبسوطين ببطولة لان الموضوع كان يبقى صعب قوي خسارة بطولتين في اسبوعين كان الموضوع يبقى صعب علينا فاحنا حاولنا للم نفسنا المدرب تكلم معانا كابتان حسان وغير يتكلم معانا الناس بتات تشوف اه الغلطات اه حاولنا ان كابتان احمد تتكلم يحيى الدرع هنداوي يعني الناس كلها تكلمت ان احنا نفعش نخسر تاني بس لحد ده لحد يوم تسعتاشر بقى احنا واخدين الموضوعات كان فترة اعداد لنا وزي ما تقول ايه اه تمرين لان ان تمريه هناك كان صعب اصلا يعني علينا وعليهم التمرين كان صعب ان انت تدخل تلاقي السعادة اصلا او ممكن لما تلاقي السعادة فكان الموضوع ما كانش سهل لنا خالص بس يعني حد يوم تسعتاشر كنا بنحاول نجهز ازاي نفسيا وابدنيا نلعب المطش ونكمل انت بالنسبة لك اي بطولة تدخلها بطولة مهمة مهمة طبعا فانت بتلاقي على كل البطولات اه اه تمام وفقتش في بطولة اه اه طبعا بطولة اهمية هتقاهل كاس عدم انديه بس اه انت عندك الدور مهم لان ده اعتبر المنافسة الرئيسية المحلية ليك اه انت مخسرتش فيها ولا مطش اه عندك اه كاس مصر انا البطولة وحيدة اللي اللي لسه مخداش معناها الزمان لك هي بطولة دي ومعرفش اي سبب لحد دلوقتي يعني والله ما عرفش السبب فين ابطالة الكوس اول مرة العبها اكسبتها اه اه فهي بطولة بتاع كاس مصر دي بالنسبة لي عاملالي مشكلة يعني بس ليه انا ما عرفش باخسارها دي والسيناريوهات متقررة او مختلفة يعني سبورتنج ضيعنا اربع ضربات جزاء او خمسة الاهلي اللي قابليه نهاية الكاس برضو ضيعنا اربع ضربات جزاء او خمسة فهي تحس البطولة مش رادية تيجي نادي الزمالك بلا خمس سنين انتو رايحين النيجر من غير ولا مكسب على الزمالك السنة دي بس بتدعمات جديدة اكاسيو ومدرب جديد دانيول جوردو وكابوتي طبعا والحالس المخضرم السيد محمد ده هل بعد التدعمات دي كنتو حاسين ان المرة دي كفتكم اتقل من الزمالك قبل المطش اه بص انا يعني اه شايفوا ده مختلف شوية فكرة ان انت تدعم او تيجي يعني جايب ناس جديدة ومحترفين هي طبعا بتدي فرق دافع اكبر او بتديك كوة اكتر بس اه كانت مشكلة محترفين معنا ان هم فعلا جلنا على النيجر قبل المطش بيومين اه اصلا هم معرفوش حاجة عننا ولا احنا نعرف حاجة عنهم ولا اعرفوا احنا بنلعب ازاي فده اخد مننا فعلا مجهود كلنا ان احنا بنحاول بس اندخلوا موسطينا فكان مستحيل ان الناس دي تلعب يعني بعيدا عن طبعا السيد محمد لانه هو اصلا كان في الاهل زمان وموجود بيلعب في الدور يعني يعرفوا وجود مش محتاج ان هو يتعقلم يعني المحترفين طبعا كان الموضوع صعب جدا علينا حتى متوسط يكلم مع فلفل يعني كابوتين لعب بس التاني طبعا ما لعبش اصلا ماتش لان احنا ده سنتر هوف وده اللي هيتحكم في الملعب كله فلو يعني لو هو مش حافز تاكتك او مش عارف التاكتك هيبغوز معها خلص يعني ممكن انا شايف ان كابوتين طبعا كان مفيد لنا جدا ومدرب بصراحة لان هو يعني هيحاول يعالج اخطانة وكان بيتكلم دايما في ان احنا نقلل اخطانة والحمد لله يعني الماتش ده ونهاية كذا كوز صراحة كان ماتشين كنا كويسين واخدنا ماتش وخسرنا ماتش احنا مشوفتاش السوبر الافريقي عشان ما تزعش فعايز نعرف مين اللي يتعلق فيها لا والله مش مش تعلق ده هما كانوا كان الصداهلك فعلا زي ما فلفل قال كان هو اللي ماساكن النمتش يعني او في الوقت الآخر منه كان هما اللي اعراب زي برضو كاس اكوس كونty احنا اللي في الأخير راحنا الى كنتوا الارب بس بس ممكن غلطات تصديات مين اللي سنعت الفره ماني يد التصديات يعني فلفل فلح كوس هو اللي تصدياته في الوقت اللي زي بالك واقع في فرقة السوبر يعني هو حماية صد كرة مهمة وفي غلطتين غيرهم مسبس من الزمالك في آخر بداية وده بالضبط من ديها 27.5 لحد ديها 30 الزارة حرمنا منها عقس لمواتش السوبر بقى يعني تمواتش السوبر هما كانوا كسبانين هما كانوا كسبانين احنا تعدلنا فرقنا واحد مسبس خلص المواتش انتو فقدتوا الاخوين يحيى الدرع وسيف الدرع هتعملوا ايه السنة الجاية في منافستكم مع الاهلي اللي بيسعى جاهدا للتطوير والتدعيم قبل بداية الموسم بص طبعا انت فقدت عنصر مهمين ويحيى طبعا بقى لربع سنين يعني السيف دي لابس انا يحيى بقى لربع سنين في نفس زمالك فأكيد طبعا عنصر مهم جدا هنعمل ايه دي انا ما عرفش بس كده يبقى فيه تدعيمات بناس برضو طبعا عرف تشيل الفرقة انت انا كده كده عندك فرقتك فيها عناصر خبرة كتير وفيه لعبة مميزة كتير فأكيد رحيل يحيى طبعا أكيد ممكن يأثر شوية بس انت عندك برضو ناس خبرات عندك احمد الاحمر عندك ايم هنداوي عندك رمضان عندك بقى عناصر لوكا مودي الناس دي كلها مش عايز ان تساعد كلها عناصر خبرة ولعبها كويسة جدا عندك حسن قداح فكل الناس دي كلها يعني انت عندك بص اه ما بقولك انت عندك يعني لعبة منتخب مصف تقريبا يعني دول منتخب مصف مع الناس المحترفة مع عناصر من الاهل فانت الطبيعي اكيد هيحصل تدعيم بس ان شاء الله ما يحصرش اي تقصير او رحيل كمان يحيى ما يأثرش على الفرقة وان شاء الله نفضل محافظين على المستوى حمايد في فترة من الفترات كان بيتقال ان زمالك في القدم بينزل قصاد الاهلي خسرا نفسيا هل ده بينطبق احيانا على فريق اليد في الاهلي قدام الزمالك لا انا مش شايف في صراحة مضادة انا شايف ان هي ممكن زي ما فلفل قاله هو يعتبر يعني الفرقة فرقة زمالك مكوانا من منتخب مصر يعني انت هتيجي ببص فعلا لكل مراكز هتلاقي دي الناس بتاع في منتخب وخبرات كبيرة وقسامة كبيرة ممكن فريق الاهلي لسه بيتكون فعلا دي مش كلام يعني لو انت بصلت على معدل عمر هتلاقينا كلنا صغيرين زي ما انت شايف ان احنا ممكن تكون هما كفتهم اكبر بس على الاقل انت على الاقل كل سنة بتعرف تاخد بطولة ممكن تاخد بطولتين يعني انا مش شايف ان هي موضوع ممكن الاهلي في الكورة الزمالك يعني فعلا الاهلي كفتهم علي قوي ان هو ممكن زي ما يكسبش خلص اساسا او يعني الاهلي يطلع بموسم واخد كل البطولات او كده بس انا شايف في الهند بقول فعلا زي ما بقولك ان هي فكرة توقيت او يعني عناصر لان هم فعلا عناصر خبرة كتير كل مركز يعني كل مركز فيه اتنين كويسين وكبار وخبرة شايف ان ان شاء الله يعني ممكن السنة الجاية والسنين الجاية موضوعه متعارض اكتر. يعم ما فيش اكتساح ولا حاجة. يكتساح في الكرة اول كده. مش قادي يعني اصلي ان هو. كان في فترة من الفترات. اه 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 نعم كده كده من واخد دوري بس نهاية كلمه ان هو بيتكلم على فتحة الاهلي لما كان بيكسب عطل. اعنش في اكتساح لحد على التالي. اه اه يعني ده بيكسب ده بيكسب عادي يعني الراحة جاية. فلفل بقى. حسك بتحب اليد مش مجرد بتلعب يد. تمام? بتهتم بالتفاصيل يعني مثلا قصة ان انت في ماتش آآ سيدني في كاسة العالم آآ كنت قاعد بتدرس الماتش قبلها. لا يعني في مش مش اي حد بيعمل للحاجة زي دي. فانا عايز عفلت الاول ليه اخترت تلعب يد غير باقي الالعاب يعني. لأ بص انا مخترتش يعني انا عم كنت شعف ايدي يدي دي. آآ انا اللعبة الوحيدة اللي جربتها قابلي داد كان الكاراتي وروحت دخلت اللعبة مدارب عقبني انا داخل ما عارفش ليه. اه. وانا ما عارفش حاجة والله يعني يعني دقيته بيقول لي اه انت متعاقب. خلصت من قتل مش جاي تاني. اه. دخلت اليد آآ عن طريق الصدفة في نهاية الطيران آآ برضو كنت آآ بلعب مع صحابي وبتاع في الفرقة. فاكبت من قولي انا عزي افجون والطول انا مش قادر اجري. يعني كنت ادخين شوية مش قادر اجري. فعلا ده بجد والله مش مش. هو سألنا. قلطول انا. قال لي روح اقف الحتة اللي هناك دي روحت وقفت هناك. وخلص بس مساعدتها بقى فاهم ما لعبتش اي يعني انت ممكن تلاقي معظم الناس لعبت لعيب بقى كده حول جون. انا ملحبتش. اه. اه. هو تاني تمرينة اه روح تراها حالجون على طب. وبالنسبة لموضوع الدراسة ده كل جوان بتعمل كده يعني هتلاقي حمايد اكيد بيتفرج على الفرقة اللي هيلعبها. بيديها اهتمام. اه خصوصا لو انت عادي انك هتبدأ المطش. يعني خصوصا لو انت عادي هتبدأ المطش. بس مش يعني مثلا مطش سيدني قصدي مش مش بالفريق القوي اللي هو يخليك يشغل بالك قوي مثلا يعني مش فتعب الاهلي. بص بص بص. احنا كمركز. اه. وكيد حمايد عارف كده برضو. في الاخر انت اللي بتتبروز قدام الناس. طبعا. ايه صح. من الاخر. طبعا. هتلاعب بص لو فينا ما بتعفش بباصي. اه. بس انت في الاخر مطش مزيع او مطش متشاف. فالناس مش هتبص ان الدفاع مش عاوز يدافع او اللي عايب مستهسل المطش. هو هيبص ان الجنب يدخل فيه جوانا قد ايه? اه. فهي دي الفكر. يعني انا مفعش هنزل مطش حتى لو كان ضعيف. تمام? ان انا استهتر بيه. لان اي استهتر انا ممكن ادخل فيها جوانا قد بيه. طولة تبيرة كمكسة عامة. كمكسة عامة. ناس شايفة الموضوع في ناس بتتفرر. فانا حتى لو فريق حس ان انا مش احسن يعني مش احسن حاجة في الهندبور بس لازم ادي له اهتمام لان انا في الاخر زي ما قلت لك انا المسؤول اول والاخير عن منظري قدامي الناس كلها. فهو ده ده اللي بيحصل يعني حتى اعتقد كمان ان حماد يعمل كده اي جنب يعمل كده. يعني او ممكن اصلا ايجنتز او ناس اعلى قايمه على اساس مطش زي ده مش مش تبقى بقوة المطش او كده ده. انا سألت السؤال ده الفلفل عشان اسان اماهد لسؤال ليك بقى. انت خلاص عارفنا ان انت دخلت كورة اليد بالصدفة وان انت السن بتحب الكورة في الاساس يعني. هل بقى لسه الغاد دلوقتي يعني اليد بالنسبة لك مجرد لعبة بتلعبها ولا تحول اهتمامك من القدم بشكل كامل لليد? وخلاص بقيت بتتابع كل بطشوتها بقى عالميا وكده. لا طبعا انا كنت قلت بل كده ان انا يعني من ساعة ما ابتديت اهتم او خدت الموضوع احترافي يعني ساعة ما جمعنا في منتخب جيلي. اه هندبول اتحولت بالنسبة لي طبعا اصلا بتتابع كل حاجة بالنسبة لي يعني انا ممكن يعني الوقت اللي انا فضي فيها تفرج على مطش في اوروبا مطش الجنب احب اتفرج عليه حاجات كده. بس فالهندبول بالنسبة لي دلوقتي هي اهتمامك كله طبعا. اول لما لعبت يد كنت بتصد بتكنيك حراس القدم. او. اه قعتش فترة على ما تعودت ان انت زي تصد زي اليد هل بقى دلوقتي ماشي بتصد زي اليد. بس هل خلفيتك الكروية دي بتساعدك احيانا في اللعبة هفهمك اصد ايه? يعني مثلا في القدم لو مهاجم اصله حارس مرمب جيد في الالعاب الهوائية. لو مهاجم او مدافع اصله مهاجم بيعرف توقع تحركات المهاجمين. فهل انت في اليد ممكن خلفيتك الكروية دي تدي لك افضلية عن منفسينك ولا ملهاش علاقة خالصة. لا ايه ممكن في اصلا يعني فلفل ممكن يا برضو يفي ايه ايه ايه. بس او ايه. يعني صد مسلا او حاجة كرة يعني مستم سوبر مسلا صد كرة بزي زي قال الكرة. يعني. اه. كرة لكت سباتها تقريبا مسلا? تقريبا تحسن. امه. ايه ايه. 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 اه. لقيته رح طرزقونه الكرة اللي هو صدها يعني. لجليل اتنين في حتة ايه. اه. اه. يعني هي ممكن اللي هو كرة مسلا سريعة ومحتاج رفلكس او انا مش هلحق اروحولها بجسمي او ان انا فتروح بيدك فممكن مرة لو انا لو انا هوسك ان انا اعرف اشيلا او ممكن فعلا انا طير او اني يعني اللي هو انت بتعمل اي حاجة عشان توضيكورة في لحظة فقال فلفل مفيش اه في اليد حالس اول وتاني بس اه كنت واحد من نجوم امم افريقيا في مصر الفين وستاشر بعد كده يا باعدت شو عن المنتخب بكنش موجود في امم افريقيا الفين وعشرين ولا الولمبياد ولا كس العالم ايه اللي حصل وبعدك عن المنتخب خلال الفترة بص انا اخر حاجة العامة من المنتخب اولمبياد اه ريو تمام الفين وستاشر انا بعد كده ما عافش والله اللي حصل انا انا شخصيا يعني كنت ماشي كويس حتى في افريقيا ولايت كويس جدا في الولمبياد بعدها طلعت اطلعت ليه بقى انا مش عايز اتكلم في الموضوع ده يعني عشان كافية حسابات تانية خالص اه مع اللي كان ماسك يعني وقتها يعني بس مش عايز اتكلم في القصة دي خلاص اهو ده السر وبعد كده اخرت تانية مع ديفيد تقريبا اتجمعت وراجل كان يعني بيول انت كويس وبتاع خرجت برضو بطريقة كده ما علينا يعني ومساعدتها بقى فاهم انا مركز مع الزمالك وبعمل علاها مع الزمالك يعني ما بحيش ان انا مهم ان انا يعني وقت ما انزل في اي وقت بقى في وقت صعب ووقت سهل عامل علاها وخلاص يعني ده ده الهدف بتاعي ودايما يعني تلاقيني في الزمالك شوية بنزل فوقات بتبقى محاسمة صعبة شوية يعني يعني سواء مع محمد او مع كريم اللي هم موفقين خلاص بيكمل هون ماتش اه حصل مسلا شوية هبوط شوية تاعب عاوز يبدي اللي عاوز ياخد نفسه فخلاص بقى مركز يعني ممكن انزل في الوقت ده وبعمل علاها خلاص هل لسه منتخب مصر في حسابياتك ان انت عايز تخش ولا خلاص بقى انت قفلت ومركز مع الزمالك انا مركز مع الزمالك لحد ما بقى يعني لو فيه جديد ماشي بس انا يعني بص انا مش بلعب عشان ادخل منتخب انا بلعب عشان ابقى كويس وامل اللي علي والفرقة تكسب وبعد كده المنتخب ده حاجة اختار مدرب هو لو عاوز فلفل عاوز حميد عاوز كريم عاوز عصام عاوز محمد عاوز هاي اي ان كان الجون يعني اللي هو عاوزه هو حر شايف يناسبه شايف يعرف يديله الافضلية يختار له عاوزه بس فلفل حتجدد مع الزمالك ولا عندك تجربة جديدة عايز تاخدها برا او جوة لا لا ان شاء الله مع الزمالك ان شاء الله اكيد ما في المية حميد حاليا في محمد علي محترف في فرنسا درجة درجة تانية وقبل كده كان فيه هنداوي محترف والطيار اه محترف اه انت عقدك لسه مستمر مع الاهلي لكن عايز اعرف تلي ما كملتش لما خرجت اعارة في بولندا في ويلسا بلوك ليه رجعت مصر تاني في وقت اللعيبة في مصر كلها بتفكر في الاحتراف وانها تبقى برا يعني لا او انا موضوع بتاعي كان مختلف شوية ان انا كنت سافرت احنا كنا موجودين كان فيه الطيار في الاهلي طبعا كمان عبد الرحمن طبعا كمان فكنا ثلاثة فكنا ده يعني اللي احسا اللي احنا الثلاثة ان احنا الثلاثة نلعب مستحيل يعني صعب جدا ان احنا الثلاثة او ثلاثة اصلا في النادي ياخدوا مساحة كبيرة في الزات لو هم كلهم صغيرين يعني نلعبcak وصلهم بلهم بعض يعني تجدوهم بعض جدا يعني يحنا فقات 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 عمرية مؤريبين جد من بعض فح تظلموا بعض فحتانهم مسيرا بعض يعني فكلمت ساعتها فعلة ان انا كان جايلي اوفر حلو في وصلا بلوج وكان فرقة تانية بس يعني كان وصلا بلوج كانت مربوطة شوية بالمنتخب انه هم الجاز الفني هناك يعرف الجاز الفني اللي هنا رشحولي منتخب رشحولي ان انا اروح آآ وصلا بلوج بس وكانت اعارة ستة شهوره لما رجعت كنت عارف ان خلاص يعني ان الطيار كمان فضله سنة وهو كان متكلم معايا ان احنا دايما بندور على وسيلة ان احنا نبقى اتنين بس او ان احنا يعني كلنا نلعب بس فبضلت في اهلي لان الطيار كان خلاص هيسافروا آآ فلفل منتخب مصر المنتخب الوحيد من خير القارة اوروبا اللي دخل مربع الدهب قبل كده لكسر عالم آآآ لكورة اليد يعني لكن دايما بتبقى فيه سيناريوهات بتحرق دم يعني نفس انا يعني اللي هو في اليد ده تحس نحنا يا لولا الكورة دي في عفلوها رامية جزائية دي احنا ناقصنا ايه علشان نبقى احنا لما بنلعب بمنتخبات قوية زي مثلا فرنسا الدينميرك والالمانيا كده يبقى احنا اصحاب اليد العليا وان احنا المرشحين الابرز لتحقيق الفوز مش هم. مش هم مش ناقصنا حاجة خلاص انت بقى لك سنتين ماشي في التراك ده او اكتر كمان. ام. انت يعني دنماركك بطل العالم بطل الولمبيات آآ انت يعني خسرت منها ضربات جزائق. ام. تمام آآ الولمبيات اللي فاتت انت كسبان السويت كسبان المانيا آآ فانت مش ناقصك حاجة تانية خلاص انت عندك آآ ما شاء الله ما شاء الله يعني ممكن عشر محترفين او اكتر من المنتخب برا. واللي جوا بيلعب اهل وزمانك. فانت مش ناقصك حاجة تانية خلاص يعني الموضوع بالنسبة لك. يعني انت دلوقتي آآ اي منتخب بينزل قدامك هو بيبقى عملك حساب آآ جامد جدا يعني. يعني انت شفت مسلا فرنسا في الولمبيات نازل قدامك بتخبط وتضرب. وانت كنت برضه عادي ممكن تكسب وماتش اسبانيا انت في الولمبيات خسران منها في الاخر خالص آآ فلا انا شايف مش ناقصك حاجة خلاص. بس احنا في الماتشاط دي كلها دايما بتحس نحنا ايه مصطلح بتاع الرياضة. نحنا ايه اللي احنا جايين الناس دي عارفة ان احنا ممكن نتعبهم. انا مش عارفة ان احنا وهم داخلين يلعبونا. ده احنا لا هم ممكن يكسبونا اكتر ما احنا ممكن نكسبونا. انا انا شايف الموضوع لا انا متأكد يمكن حمايد كمان يعني معاشر الفرق بيشوف فرق اللي بتلعبها اكتر لايف قدامه انا لا انا متأكد كويس جدا ان هم نازلين عاملين حسابنا جدا. انت الفترة اللي فاتت يعني مين المنتخب مثلا لكسبك فرق سكور مفيش. مفيش بس دايما بتبقى في الماتشاط الكبيرة تحس انت بتبقى استونزفت. لا استونزفت دي بتبقى نظام بطولة او يعني العيلة بتتعب ده طبيعي. انما انت في الماتشاط الجامدة يعني انت زي ما تقولك اخر كاس عدم. واخر اولمبياد. لا انت في كاس عام خسرت امين السويد بسة. خسرت السويد فرق واحد بالعافية. احسن لك اسبانين. للمارك يعني. يعني ممكن الكلامك حقيقي فعلا ان انت دايما بتخسر واحد اتنين في الاخر دي. في الولمبيات. وبرده كاس عالم السويد خصوص في الاخر. في السويد اتعدلت بالعافية. احسن انت بالنسبة للمبيات انت بتلاعب احسن احسن فرقة في الربا. طبعا? فطبيعي ان كل الماتشاط الجامدة. طبيعي ان حتى مهما كان موجود. فطبيعي ان اللعيف في الاخر ده جسم. فاكيد هيبقى تعبان. اكيد هيبقى ارهق. بالزاد بقى طبعا انت خسرت من فرنسا. فزاد التعب ده النفسيا انت كنت يعني انت كنت حط طموح لنفسك ان انت خلاص بقى. مداليا ألمبيا. ودي كانت عمرها. ما تحققت طبعا. ما تحققت من فرنسا. نفسيا شوية مع التعب ده اثر عليك في ماتش اسبانيا. وخصوصا ان اسبانيا ده انت بتلعب بنزام اسباني وهم ويعتبر مختارين النزام. فحتى ماتش ما كانش سهل. يعني ماتش تلعب على تفاصيل بسيطة الهيرة اقل هو اللي كسب الماتش. فانا شايف لأ انا شايف عادي جاء ان شاء الله ربنا كريمنا احنا مرشحين اول في افريقيا ده طبيعي بالسكواد اللي موجود. تدخل كاس عالم من السكواد اللي عندك ده بالمحترفين. في ناس تانية لسه هتدخل. اه لا شايفت طبعا انت تنافس عادي جدا عن مربع يعني. يعني انت مين المانيا انت كسبتها فرق سكور في. في الوليبيوت. السويد كسبتها سكور. سولوفينيا في كاس عالم كسبتها يعني. الدنمارك انت بتمشي معها جن بجن. فرنسا الماتش مش بيعيد خالص. هو بيبقى حالة يعني اقول لك الحاجة جن فرنسا مسلا. اه. كان الماتشيط القبلها عادي جدا. هو عادي جدا. فعلا هو عادي جدا اغلبية الوقت. هو لها في سنة واحدة جامدة. لما كان في مبريك. اه. دي كانت اقوى سنة ليه. بعد كده هو عادي جدا. جي ماتش في مصر اه تقلق. وكريم هنداو مسلا في ماتش المانيا تقلق في ماتش وفرنسا في المخلق يعني. يعني السويد تقلق كريم والمانيا تقلق كريم. تمام وكان فاق عنصر حاسم جدا مع مصر في الماتشات دي. بس انا با كان لك بقى ان الجون اصلا بتاع فرنسا بقى لكم ماتش يعني عادي جدا. جيهوا قدامنا ربنا رزا من مسع يعني. اه اه اه. فده يعني فده ده حاجة غير متوقعة يعني 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 اصير ماتش مش متوقعة. انما لو كانت مشت عادي زي ما هي بتمش معنا. في الماتشات دي كناك سيدنا ماتش. انت بطل العالم الفين وتسعتاشر تحت تسعتاشر سنة. يعني فئتك العمرية منطقة مصر هو الاخوة. حنكبر او في في القابل كده يعني بنلاقي ان دول بقوا في حتة واحنا برضو لسه في حتة ان احنا الاندردوج مش اللي احنا بطل العالم لسه. هل ده ممكن يعني هل ممكن حيتكرر تاني? ولا لأ الجيل ده مختلف بقى فعلا ومفروض ان احنا على مدار السنين الجاية. على الاقل نكون بشكل مستمر موجودين في المربع بتاعكس العالم. طبعا يعني يعني على الاقل اللعيبة اللي كبتلعب في المنتخب تعجيلي اساسيين. كلهم على مستوى عالي وكلهم دلوقتي بقى موجودين في اهلي او الزمالك او فروب يعني دوده طبعا في نيم. وانصر اساسي في المنتخب حسن كدح في الزمالك في مزن رضو في الزمالك. انا عندهم فروض ياسر. وعندنا فروض طبعا معي ياسر في الاهلي. بص انا شايف اللي بيفري في الحتة دي بالذات يعني يعني نرجع على الجاية اللي ورا شوية اللي بيفري في الحتة دي كان الاحتراف او اللي بيلعب في العيب. يعني انت مثلا اا الليفل الناشئين والشباب هنتبول بيبقى قريب يعني مفهوش في حاجة بدنية بتبقى الدنيا لسه شوية. اا الناشئين بتبقى الدنيا قريبة الشباب برضو بتبقى قريبة شوية. المرحلة بقى الدرجة الاولى دي بتختلف لان ان انت كجوم مسلا بتكلم على حميد مسلا او عليا. انت بتلعب في مصر احترامي كل حاجة بس بزي اوروبا كان نظام احترافي كان نظام تدريبي كان نظام لعب. فكل الكلام ده اكيد بيفريق. دلوقتي الموضوع بقى مختلف كتير. لان الاحتراف ده تبقى سهل. يعني انت بتتكلم اي لعيب اا في مصر دلوقتي او بزياد في المنتخب بعاوز يحترف. لأ يعرف يحترف. الناس بقت شايفة ان لعبة المنتخب مصر بقت بتقدي عاملة ازاي? وان اللاعب ده عنده قدرة ان هو يتطور عندك احيا خالد مسلا. يعني يحيا كان في الزماج طبعا لعيب جامل. خرج ما شاء الله دلوقتي. يعني انت بص بعمل ازاي? بعمل ازاي? يعني هو الليفل اللي انت بتتدرب فيه وتعيش فيه. هو بيفرق طبعا. بيفرق جامل ده يعني. يبقى هنا ممكن نقدر لقولي حمايد ان الاحتكاك هو تحديدا اللي بيفرق حتى ان هو بيخلينا دايما دخليل بعقلية ان انت اللقاء المرشح الاقوى للفوز ولا ان انت مجرد واحد عايز تعمل مطش حلو وتبقى تطلع ان هو اكسب خسارة المطش بس اكسبت قلوب العالم صح? اه هو طبعا كده بس انا انا شايف ان يعني مثلا برضو تفرق في شخصية اللعيب يعني اللعيب له عايز يطور من نفسه عايز يتحسن عايز يبقى حاجة احسن عايز يلعب في اوروبا فعلا ويبقى حاجة كبيرة اعتقد ان دي بتفرق يعني من اللعيب المصري على اللعيب الاوروب. حمايد انت لعبت يد ولعبت قدم وكنت في القدم مش مجرد تلعب لقيت كنت هداف في الشباب. في حاليفة عمدكم. يا مهر ابيض. مظهر? الله. مسألة مسألة لها طبعا. ل Guan of the اليد والقلد? يعني لا صعب لا يا قدم اسعب بس الجنف اللي هينت بقول بصراحة اسعب ممكن انت قابلك في حياتك بالزبط. انت بالزبط انا شايف جنف القدم لو انت فرق جمدة ممكن ما اختبرش كتير. اه. بس انت بتاعته وبالبان قوي. اه. الجن выйد anyn يعني ستين دقيقة بيتشاط عليك مسلا اربعين كورة او انا شايفها دي ده حاجة تانية زي ما في الفيديو جون الكورة يعني ممكن ما يختبرش بس انت غلطة واحدة ممكن يعني تخلص عليك خالص ونفسها ان انت تبدل مركز تسعين دقيقة في ان انت يجي لك كورة او كورتين دي هتبقى صعبة جدا اتنما انت كل هات ما جاي عليك وكورة برضو ممكن تخلص ماتشف انت على طول مركز ومصحصح او اتنين ضغط بس ضغط مختلف شغل يعني انت بتوقف في جون الكورة لو غلطت واحدة ممكن ما تتعوضش وماطش ايفل عليها خالص جون الي ادي الضغط ان انت احتشاط مسلا انا هيك اربعين كورة مسلا ولا ولا فماطش مسلا اكيد مش هيدخل تلاتين مسلا فالموضوع برضو يبقى صعب ان انا نازم اصد مسلا على الاقل خمستاشر كورة فازاي تجمع نفسك انك تصد خمستاشر كورة الموضوع طبعا لا لا اه هو ضغط مختلف بس اتنين صعبين يعني انا شايف اتنين صعبين بس ده ده رأي مع عشان ميت بقى لا رأي من رأي عدل عليك طبيبا لا لا انا عايز اعرف فلفل ليه سر لقب فلفل بص انا اللقب ده معايا من وانا عندي ست سنين اه كابتنى احمد نبيل هو قلت الله علي يعني كنت اتخين زي ما قلتلك اه فهو اطلق علي لي اسم ده انا فقلت وقدم انه اللي هو مش فاهم يعني ايه بقى انا بقولك ما كنتش عارف كورة القدم يعني افتح مسلا تلفزيون او قهر يفتاحه التلفزيون هي كورة القدم بتشتغل اي لعبة تانية بتتقفش تمام فلما اطلق علي الاسم ده ما كنتش فاهم ان ده اسم شهرة او 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 حاكي ده يعني فلما اتكلمت معاها قال لي لا ده اسم كويس خليك انك ربنا كريمة كنتشهر بيه ووقت كاهم بقى فاهم بس حماية دلوقتي مدربين الاهلي وزمالكم انتخب مصر كلهم اسبان هل ده خلاص دي مدرسة اللي مصر حتنتهجها وحتبهاها دي مدرستنا في كورة اليد الفترات وهل مستريحين اصلا معاها ولا لا مش فكرة كيه طبعا برضو فكرة ان اسباني احسن مدربين في العالم دلوقتي هتشوف اي فرقة بتكسب تشامبينز ليج بتكسب منتخب قوي تلاقي دايما اول يعني غالبا المدرب يبقى اسباني مدرسة اسبانية فقلا هاي المسيطرة على العالم كله دلوقتي المدربين الصغيرين اللي هم مرهومش اسم كبير اوي زي في الاهلي يعني مش ما ما مسكوش منتخبات كبيرة اوي او كده برضو بيبقى عندهم طبعا فكرة ويبقوا كويسين بس فشايف ان المدربين الاسبان فقالا دلوقتي هم اقوى المدربين في العالم هم بيعتمدوش على اجسام على قد ما بيعتمدوا على فكر العيب وتكنيك العيب فدي المدرسة اللي تمش مع مصر يعني انت معندكش مثلا زي الدنمارك الناس بقى كلها معدية فهم اطوال فهي انا شايف المدرسة الاسبانية هي نجحت في مصر بالسبب الموضوع ده ان هم بيعتمد على تكنيك اكتر من اه الاكسام زي مدرسة مسلا الاسكنداف اللي هم السويد والناس دي بيعتمد ان الاكسام تبقى كبيرة تخريط الكلام ده انما انت لأ فشايف ان ده سر نجاح المدرسة دي مع مصر يعني فلفل اه مين اكتر لعب موفق عليك من الاهلي ولاعب انت موفق عليه اللي هو يعني بس اه اخر مطشين اه كان كستيلو لسبب هو يعني انا الحمد انا اعتقدش ان كان فيه حد فهم في الموضوعات اللي فاتت كستيلو انا مش اتكلم انت اللي تقول انا مش اتعواصل انا انا معرفش انا عاوز يفكرني يعني اقول انت عنيش مش كنت انا اكيد انا هو كستيلو في اخر مطشين او ثلاثة مضايعش غير او ضرب الجزاء او مضايعش غير اخر او كرة واحدة يعني فهم علي مسلا يعني مسلا لو شاط هو اول مطش السوبر جاب تسعة اجوام مسلا منهم خمس ضربات جزاء ولا حاجة المطش التاني برضو شاط حولي ثلاثة اربعة ضربة جزاء جابهم فهو يعتبر كستيلو يعني هو اللي كان ايده ماشي علينا شخصيا في ضربات الجزاء او او في الانفراد او كرة داخلها معا اخي كرة ربنا اقرب بقى ومشدتها طب ولا انت بقى موفق عليه؟ لا برضو مفيش حد بعينه على قد ما انا يعني لو في الاهل عموما لا مفيش حد بعينه وخالص خالص يعني طب أحمد اكتر ايد بتكره طولي في الزمل الكوين اكره ايد باكره اللي هو هو بيطير في الهواء عشان ياييه يا رب يمسكوه يا رب يصدوه ي يجيش علي لا والله والزملية كلهم يعني العيبة كبيرة وانا شايف انهم مختلفين عن بعض يعني كابتن اللحمر مثلا يعني كرته صعبة جدا معينه مش بتبقى قويه يعني هو بيبعارف هو شاوية فيه نادرا جدا متلاقي العيب عارف هو شاوية فيه بالضبط يعني حتى دائما بتكلم معه في المجاجة يعني اللاحمر كرته سعبة. يحية الدرع كرته سعبة بتبقى قوي جدا. حسن كرته سريعة جدا. سبعنا حقول لك بقى ميت اقوى. الدحوة ولا الدرع فانشوطة. اقوى? لا حس ممكن كرة يحية اقوى. بص قرطه اسرع بك. اه صح. يا compte يحية اسرى. اه سريعة جدا. اه يعني Hispanic تشوفها باس ممكن متلحقكش تروح لها. اي اي. حسن كرته بس ممكن تعوض. اه قوي. حسن كرته قوي. بزاتنا بقيداخ مندفع. فمشاء الله يعني بيبقى دايس على اتنين ثلاثة تحتيه فالكورة بتطلع قوي يعني. طب وفيه بتشوف لعب الزمالك يعني بيخاف يشوت عليك مثلا ان اللي هو بيبقى عارف ان انت عحافظه فاللي هو يمرر احسن ما يشوت عليك علشان عارف ان انت حافظه وكي تصده. بص صعب جدا برضو يعني مش صعب جدا مش اقول كده ان محدش يعني صعب جدا تلاقي برضو لعب خايف يشوت عالجون يعني. بزبط. انت في المطش بتبقى اللي هو انت واحد كرار ان انت كده يعني اللي هيشوت عليك انت عايز تصد منه. بص يعني انا هقول لك على حاجة بصول الموضوع ده مفيش لعب اقالي وزي ما يقعف يعملها. لان مش هتنفى تلعب هنا لو انت كده. يعني انت هنا او هنا مش هتنفى انت اصل هو المطش بتلعب ان انت لعب جامد او لعب كبير فانت بتلعب في الحتة دي عشان كده. فما نفعش تجيلك كورة مهمة او كورة حتى لو انت مش موفق بس انت ممكن لو مش موفق تقلل بقى غلطاتك تباصل لصحابك تدخل حد. انها مفيش لعيب هيجيله مسلا بيلن يقول له دخل شو تقول له مش شايت. مفيش لعيب مسلا الفرصة لانه هشت مرة التسعة سوان في الاهل او الزمالك. في خاف يشوت لا مفيش كده. في الكورة في حارس مميز في ركلات الجزاء حتى لو مستوافى الطبيعي واسط. وفي اه ممكن حد تاني يبقى ما بيعرفش يصد دربات جزاء خالص. هل في اليد في حاجة اسمها كان هو يكون حارس افضل من التاني بكتير في رميات الجزاء. اعتقد يعني ممكن. زي مين بقى حتى بقولنا على مصر كده. لا انا شايف فلفل مميز جدا في دربات الجزاء. اه الله مش انه قاعد يعني هو من زمان مش مش فكرة اهل او الزمالك بس بحس انه هو دايما يعرف بيكون ريخم كده على العيب يعني انت. بص هيا مشكلة ممكن انا حركته مش متوقعة يعني او ممكن تحس ان انا مش. يعني بيعمل نفسه مش واخد بالله اه اه بالضبط يعني ازاوي انت شايفها دي انت وكتب اشايفها فعلا فاضية بس انا يعني اهارش ان هي فاضية. ممكن يبقى حاسس توقع يعني اقول لك على حاجة انا كستله وقال لي مطشو ما نصددش من دربة الجزاء. هو بيشوت في حتة يعني شو من جنب وشي. فانجنب وشي دي مستحيل. عميز الزمان. يعني يعني انت بحسابات بقى. اي او ممكن يشوت كده تاني هو ليس يشوت كده. فهي الفكرة مسلا الجزيري مسلا في دربتين جزاء اه صددتهم ورا بعض منه. اه مطش ده كان تعدوي تقريبا. فهوش طب شو ازاي وانا هصده منك الجاي. والله قلت لوكها بالضبط. فكان النقاش كده. قالت طب هنشوف. ففصة قال لي لا 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 مش هتصدها. قلت طب هشوف. فصدت هول. جات اللي بعدها. انا كنت والله متأكل نعم بالرجلي. بص. هيخيرش. انا نازل. اهيا بالرجلي. حتى تلاقينا ما رفعت شجل انا رح تقاف الرجلين الاتنين. عدت. وقعدت على الكرة تعريبة. انا جات في الرجل وطلعت يعني. فهي الفكرة كلها هي شوية توقع على شوية ان ان تبقى ياري العيد ده ممكن يغير انت او يعمل ايه. وفي لعبة ريخمة طبعا قدرات الجزائعة برضو. انا طبعا. وفي جوان اخلي بالك كل اللي جوان ما تبقى يعني مفيش بص سيستم زي جون الكرة ان انت تقف في النص وتتوقع وتنط يعني كل واحد بيلعب بستايل. حايا. وتشوف اللي حسن مين اللي بيشوت عليك كمان. يعني الموضوع بي مختلف. انا شايف كل اللي جوان انا اعتقد في والله بجد في مصر. مميزين في موضوع الدرجة. حالين هنداوي بيصد طيور. بالنسبة للموضوع اللي هو بيتكلم فيه ده انت يعني مسلا احنا في الزمانك عندنا. اول اتنين بيشوتوا. مسلا ممكن بيشوت عليه مسلا خمسين دليل. اه. درجة. وكاستيلو ممكن بقى شوية تلاتين دليل. فهي لأ هي انت بزاة اهل زمانك انت تبقى حفظت اللايب خلاص. ساعات مسلا اقول لك الحاجة فيه مطش اللي احمر اشاط فيه مسلا سبع دليلات. اه. مضايحش واحد. كاستيلو قاله مطشين. اشاط مسلا ما يوازي مسلا تسعة بلينات مضايعة شوية. فهي بتبقى شوية فيها توفيل اللعيب وشوية فيها توفيل اللعيب. وغير الكورة انت مدرسة الكورة زي ما حمايت بقى ايروب بيقولك. ممكن جون يوف يمسك يمين بس. هو من استني الكورة. في ناس يقول لك يا ما توقع يا ام بيلعب على استنى لحظة ويتريمع الكورة. ده مش مهمش في اليد بقى. احسن حارس في تاريخ مصر في اليد مين بقى? بص الموضوع ده بالنسباني مش سهل. اكيد. ما عشان كده هو سؤال صعب. ممكن اقول كده ايس. اه. لا ما هو كده اسم انا هقول لك انا عادي. انا هقول لك انا احمد النقيب وحمد الروح وامد صلاح وهي جميل والناس وواحة كريم هنداوي وفاهم. ونتبسط كلنا. لا لا بص رجال ده صعب. انت بتعوّرنا انا. انا بيعوّرنا مش احوّرنا. لازم تختار الحارس المفضل لك. المفضل. المفضل. على فكرة يعني مثلا هو بوفون ونوير مش عوّز عماء في كرة القدم. بس ده ستايل وده ستايل انا بحب ستايل بوفون. في التصديات بتاعي. طيب انا بقولك بقى المفضل ليك ايه. بص انا انا شخصيا ما اتفرقتش على كابتن ايمان صلاح. تمام. تمام. فمعرفش. بس اتفرقت على الفيديوهات. مم. وبالنسبة لي كان غريب جدا وجامد جدا. يعني بجد يعني انا ما شفتش جمسة كابتن تباصة من نص المرعب ال900 اللي هو طالع اطيحة اللي عيب. يعني انت شفت اللطة دي. شفت اللطة. انا في امتهاج. انا شايف كابتن حمالة الروبي وكابتن النقيب الاتنين مميزين كل واحد مميز في حاجة. طبعا. يعني انا شايف كده مسلا لو لو مبرد تسعة انا شايف كابتن حمالة الروبي كان قوي جدا في الموضوع ده. اه الاختراكات كنت شايف حمالة النقيب. ردد الفعل اسرع. مميز برضو في الموضوع ده. فانت تختار ما بينهم انا شايف الاتنين شاء له منتخب مصر يعني ما تقدرش تقول ده احسن او ده احسن. بس كما اصلك. بس والله لك الحاجة ده الاستمرارية مسلا للنقيب. يعني النقيب مسلا لعب بحضاشر كاس عالم تقريبا واربعا لعب مش عقل خمسة والمبيعات ما بينهم مدرب ولاعيب. فدي استمرارية. تماما. فتحسب له النقطة دي. تماما. انما كمواهب انا شايف الروبي موهبته مسلا اه بحكم ان انا كنت عارف ان هو مسلا ما اتمرنش كتير اه مش اه مش بتاع تامنين زي المقيب مسلا بس كان بيصد الصد ده فدي موهبته تحسب له برضو. فتقدر ما تقدرش تختار ما بين الاتنين. انا شايف ان هم يعني ممكن لو هتقول لي اختار واحد ممكن. اختار انت بالواحد. اخترت واحد. اختار الروبي والمقيب. لا اختار حمادة. بس. اختار حمادة. اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة